أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بايدن وخلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شدد على ضرورة التمييز بين السكان المدنيين في غزة وعناصر حماس بالإضافة إلى فتح ممرات تسمح للمدنيين بالتحرك بأمان هذا وأكد بايدن لنتنياهو أهمية تدفق المساعدة الإنسانية للقطاع بشكل مستمر ومستدهم دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يؤف جلانت للحد من عنف المستوطنين بالضفة الغربية وتوفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات لهم أوستن وخلال اتصاله الهاتفي مع جلانت أعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله والتي أدت إلى مقتل مدني إسرائيلي وجندي بالجيش اللبناني كما دان أوستن الهجمات الحوثية المتواصلة في البحر الأحمر التي تهدد حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة قواتها العسكرية لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر والمياه المحيطة نعمل على زيادة قدرات العسكرية في البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران وزارتاء الخارجية والدفاع وضعطاء الاستراتيجية اللازمة لزيادة عدد قواتنا بغرض فرض الأمن في المياه الدولية وحماية حركة التجارة وإحباط عمليات القرصدة البحرية نؤكد على ضرورة وجود قوات عسكرية كافية لردع تحركات الحوثيين في البحر الأحمر والمياه المحيطة أكدت الولايات المتحدة أنها لم تعطي إسرائيل موعدا محددا لإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أوضح أن بلاده لم تطلب من إسرائيل التوقف عن القتال في غزة بسبب استمرار التهديدات التي تشكله حماس كما أشار فاينر إلى وجود هنا العديد من الأهداف العسكرية المشروعة والتي لا تزال موجودة في جنوب القطاع وحول تورط إيران في تصعيد الحرب أوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده تعتقد بأن الحرس الثوري متورط في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر